اشتركوا في القناة وبعد المداولات والمناقشات والملاحظات التي أبداها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مشروع القانون ومواده قرر المجلس الموافق على مشروع القانون فيما تم أخذ الرأي النهائي حول المشروع في الجلسة ذاتها وفي تقريرها رأت رجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيوفر الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعتبر حقا أساسيا كفله الدستور مؤكدة أهمية حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمنات ترجمة نانسي قنقر